تسريبات من الكاميرا المثبتة في خوذة جندي في جيش الاحتلال كشفت صورا صادمة للرأي العام في إسرائيل عن سقوط جنودهم وضباطهم في كمين للمقاومة داخل أحد البيوت في غزة المقطع أظهر مشاهدين الصعوبات البالغة التي وجدها جنود الاحتلال جراء ذراوة الاشتباكات ما أجبرهم على التراجع والاختباء في إحدى زوايا المنزل مع انتشار أصوات الجنود جنود الاحتلال وهم يصرخون بعد أن غطت ضخان المنزل الذي كان يحتمون فيه وظهر في نهاية المقطع جندي من جيش الاحتلال في حالة هلع وهو يحاول أن يختبئ ببطانية نوم هذه الفيديوهات خلينا نشوف الفيديو ونعم اشتركوا في القناة انتبه انتظر من هنا اطلع يوريا هنا اشتركوا في القناة هذه الفيديوهات والتي شاهدنا في الحقيقة كثيرا منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية أصبحت كما يبدو تشكل محور ضغط متصاعد إعلاميا وعسكريا وسياسيا في الأوساط الإسرائيلية صحيفة جيروزالينبوست كشفت أن جيش الاحتلال لم يعد بوسعه تحقيق أي إنجازات على المساوى الاستراتيجي في غزة أكبر مما حققه إلى الآن حسب وصفهم ماذا حققه أما الاستمرار على هذا النحو تقول الصحيفة أو حسب محلل الإعلام العبري فسيؤدي حتما في نهاية المطاب إلى مقتل مئات الجنود الإسرائيليين دون تحقيق أي هدف استراتيجي واضح الصحيفة نفسها أضاف التحليل المعمق عن عملية المقاومة الفلسطينية في شرق المغازي خلص التحليل إلى أن مشاهدة 21 مقاتلة أو جنديا إسرائيليا يقتلون في حادثة واحدة تعزز بالنسبة للإسرائيليين تعزز المخاوف من أن عدد قتل جيش الاحتلال سيتضعف بشكل كبير في هذه المرحلة مع وجود تقليص وجود الجيش وتراجع حركته ما يجعله صيدا سهلا للمقاومة أما على مواقع التواصل للشماع فهناك تفاعل واسع مع الفيديو المصرب هنا أذهم يقول تكشف المشاهد عن حجم جهوزية المقاومة كما تبرز أيضا حالة الإرباك لدى جيش الاحتلال رغم فارق الإمكانيات في مصادر المقاومة تتحدث الأنباء عن تغيير في استراتيجية القتال عبر تعزيز حروب العصابات والعملية المكثفة ضد القوات بعد تقدمها وفي جانب العدو التخبط والارتفاك هما سيد الموقف تبدو معركة طفان الأقصى مختلفة تماما عن سابقاتها وما زالت تحمل في طياتها فصولا كثيرا محمود أو محمد يكتب المقاومة تخطط كل التوقعات وأثبتت قوة التخطيط العسكري النصر للمقاومة يقول محمد شهاب يبدو أنه تابع المقطع بدقة ويقول عنه في جندي دخل يرقد ما دخلش يحارب طبعا يبدو أنه يقصد هذا الجندي الذي كان يختبئ تحت البطانية الإشارة والتذكير فقط ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة يوم السابع والعشرين من أكتوبر الماضي إلى مائتين وواحد وعشرين من أصل خمسمائة وستين أو ستة وخمسين منذ بداية الحرب في السابع من الشهر نفسه هذا الكلام بحسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال